في البدء كان الكلمة اشتركوا في القناة اهلا بيكم وحبائي مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من كلمة الحياة معاكم هنكمل تأملتنا في الاصحاح الاول من رسالة القديس بولس الرسول الى اهل كولوسي وابتدينا الاصحاح الحلقة اللي فاتت وكان موضوعنا هو الجهاد والنعمة وزي ما قلتلكم المرة اللي فاتت يمكن الموضوع ده سبب خلافات كتيرة بين يمكن توصل لبعض الطواقف الجهاد اهم ولا النعمة اهم اتكل عن نعمة بس ولا لازم اجاهد لكن الحقيقة احنا يعني درسنا باستفادة كبيرة قوي قوي في على مدى ساعتين الحلقة اللي فاتت عن اهمية او النعمة في حياتنا واهميتها لنوال الخلاص والحياة الابدية دي شيء مفوش اي يعني جدال النعمة النعمة عطية مجانية الخلاص مجاني ودم يسوع المسيح ابنه طهر من كل خطية مجاني بس انا اطلب واتوب لكن هذا لا يمنع ان الانسان لازم المؤمن لازم الجهاد الروحي ده شيء ضروري في حياته مش ممكن يبلط في الخط ويعود لان النعمة شيء لا علشان كده انا واثقة ان اي انسان مؤمن بيتفق معانا في كل المفاهيم دي النعمة في حياتنا شيء موجود وبنشكر ربنا عليه لكن الجهاد الروحي شيء اساسي في حياة كل انسان مؤمن وما اعتقدش ان فيه اتنين يختلفوا على كده ابدا النهاردة هناخد موضوع تاني من اصححنا الاول برضو لكن في الاول اسمحولي ارحب اوتس ابونا بشوي في حلقتنا النهاردة اهلا بك اوتس ابونا في حلقتنا النهاردة اهلا بك ميري واهلا بالمشاهدين في حلقة جديدة من كلمة الحياة طيب يعني قبل ما نبتدي اي اسئلة لو قدتك تحب تقررنا بعض الايات من الاصحاح الاول علشان اللي هنتكلم فيها النهاردة بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد آمين هنقرأ من اول عدد ثلاثة اصحاح الاول رسالة بورس رسولي اهل كلوسي اصحاح الاول وعدد ثلاثة نشكر الله وابا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلينا لاجلكم عدد اربعة يقول اتسمعنا ايمانكم بالمسيح السوع ومحبتكم لجميع القدسين من اجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الانجيل وفي عدد اتناشر يقول شاكرين الاب الذي اهلنا لشركة ميراس القدسين في النور الذي انقذنا من السلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه وغفران الخطايا الى الهنا كل مجد من الان والى الابد امين 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 يعني اتسك اتكلمت زي ما قلت باستفادة كبيرة عن الجهاد والنعمة في الحالة اللي فاتت ايضا والجهاد عرفنا ان كان له مجالات كتير قوي يعني الانسان يجاهد في ضد الخطيئة يجاهد ضد نوالي الاقليل الجعالة الجعالة حاجات كتيرة ومنها الجهاد في الصلاة فالنهاردة اتسك هتكلمنا عن ايه بالزبط موضوعنا النهاردة الحقيقة من الايات اللي اتسك قردتها برضو حب بس نشارك المشاهدين ان دراستنا في رسالة كلوسي هتبقى مواضيع يعني مش هناخد اية اية نفسرها لكن هناخد موضوع من الرسالة او موجود في الرسالة او واضح في الرسالة فاحنا اتكلمنا عن النعمة لان كان فيه ايات بتتكلم عن النعمة في الرسالة او في الصحاح الاول النهاردة هنتكلم عن الشكر والصلاة على اساس ان الايات اللي احنا اراناها من شوية بتتكلم عن الشكر وبتتكلم عن الصلاة فالحقيقة انا عايز اقول حاجة يعني لما كلنا نتكلم عن الجهاد الروحي في الحلقة اللي فاتت قلنا من أهم الأمور التي نجاهد فيها الجهاد الروحي هو الجهاد في الصلاة الجهاد في الصلاة مهم جدا للمؤمن العادي وأيضا للخادم فالمؤمن يجاهد من أجل نوال النعم الروحية والهبات السماوية والفضائل المختلفة وأيضا لكي يقاوم ضد الخطيئة لم تقوم بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة لكن الجهاد في الصلاة ده جهاد مهم جدا جدا لأنه لا ننال أي شيء إلا لما نطلب ونطلب بلجاجة علشان كده مهم جدا الجهاد في الصلاة الجهاد في الصلاة بوليس الرسول لنا كان بيجاهد في الصلاة من أجل أيضا نفوس المؤمنين اللي هم أمنوا بالمسيح إما على إيديه أو على تلميذ من تلاميذه فكان مسقل بكل هؤلاء وكان يجاهد في الصلاة من أجلهم في كلوسي واحد اتنين زي ما قرينا شوية من شوية فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد أي جهاد لي؟ طب ده جهاد في الصلاة واضح جدا جهاد في الصلاة أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية وجميع الذين لم يروا وجهي بالجسد حتى اللي ما شافهمش واللي هو ما عرفهمش طريق الخلاص لكن لازال بولس الرسول بيحمل البشرية كلها في قلبه علشان مشعور أو سوري شاعب أنه هو مسؤول عن خلاص كل أحد وده الحقيقة يعني حاجة عجيبة في بولس الرسول وده المفروض الحقيقة أن احنا نصلي من أجل خلاص العالم كله فنلقى في كولوسي أربعة اتنين وثلاثة يقول إيه واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر واضح جدا الصهر في الصلاة وده الجهاد في الصلاة الجهاد في الصلاة وعشوف نشوف السبب إيه مصلينا في ذلك لأجلنا نحن أيضا ليفتح الرب لنا بابا للكلام نتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موسق أيضا بيقول أنتوا تصلوا وتصهروا في الصلاة وانتوا بتصلوا كمان صلوا من أجلي مصلينا في ذلك لأجلنا الخدام يعني أو الرسل نحن أيضا ليفتح الرب لنا بابا للكلام وده حتى الحقيقة خدتها الكنيسة وحطتها في الأواشي بتاعتها فبنصلي من أجل البطرق ومن أجل الأباء الأساقفة ومن أجل الكهنة ومن أجل الشمامسة ومن أجل كل الخدام علشان ربنا يديهم كلمة عند افتتاح الفم علشان كده أحباي الجهاد في الصلاة مهم جدا جدا ودي من أهم الحاجات اللي بتخلي الإنسان يصل إلى نوال نعمة معينة أو فضيلة معينة أو أنه هو يتحد بالمسيح أكتر وكمان يقدر ينكر ذاته ويقدر كمان أنه هو يقاوم كل حروب إبليس لأن الشيطان الحقيقة لا يهزم إلا من خلال عمل الصلاة والتسبيح طيب يعني غريبة أو يقصبونا أنه حلقتنا عن الشكر والصلاة ومع أن الشكر ده جزء من الصلاة يعني يعني إحنا عارفين أن في كل صلواتنا اللي ترجيها في الكنيسة قدسات عشيات في الأجبية كله بيبتدي دايما بصلاة الشكر في كل صلوات الكنيسة أول صلاة هي صلاة الشكر يعني الشكر جزء من الصلاة ما خلناش للموضوع عن الصلاة مش عن الشكر الحقيقة أنا شايف أنه الشكر والصلاة فعلا حاجتين متلازمتين لكن أنا مش بتكلم عن الشكر كأحد بنود الصلاة يعني إحنا بيجي نصلي في أي صلاة في الأجبية بنصلي صلاة الشكر وبعد كده مزمور ارحمني يا الله وبعد كده مزمير وينجيل وقطع وبعد كده بقيت الصلاة الأخرى لا مش بتكلم على الشكر جزء من العبادة لكن أنا بقى عايز أتكلم عن حياة الشكر حياة الشكر عشان كده الحقيقة يعني عايز أقول إيه هو الشكر طيب الشكر الحقيقة هو قبول كل شيء من الله بالامتنان والفرح يعني إذن الشكر دي حالة ما هياش بس صلاة بنقولها لأن بقبل كل حاجة من ربنا بالامتنان بشكر ربنا وافرح بيها يمكن أول حاجة القبول بقبل كل شيء من يد الله ويعني لا أتزمر على شيء كل حاجة ربنا بيسمح بيها في حياتي بقبلها من إيده حاجة تانية بشكر ربنا عليه حاجة تالتا أنا بفرح بيها حتى لو كانت تجارب صعبة زي ما قال يعوب الرسول احسبوه كل فرح لإخواته حينما تقاونا في تجارب متنوعة عشان كده الحقيقة أنا عايز أقول إنه الشكر يمثل خط جوهري في حياة الإنسان المؤمن وبقول لسا الرسول فعلا نبص نلقى الشكر والتسبيح ده واضح جدا في كل رسائل بتاعته كانت حياته تفيد شكر وتسبيح بالرغم من الاتهضات والضيقات والألام ده هو رسل لسا دي وربع ده قال يعني في الضيقات أكثر في التجارب أكثر يعني فعلا لكن كان بيشكر على ده كله يعني حياته كلها تسبيح وشكر بالرغم من كل هذه الألام والضيقات والاتهضات دليل إنه كان في السجن ومتقيد وبيسبح ويهند عشان كده الحقيقة يعني أنا عايز أقول إنه مهم جدا إنه إحنا يعني نبتدي نتعرف على حياة الشكر وإزاي يكون عندنا لسان تسبيح باستمرار لأنا اللي عايز أقول إنه الإنسان اللي بيشكر ربنا على كل شيء ده إنسان قدر إنه هو يتخطى كل عايز أقول المحاربات الفكرية اللي ممكن تصادف الإنسان أو تخلي الإنسان إنه هو يشك في محبة ربنا ليه فيه ناس بيشكوا في محبة ربنا لأنه ما بيشكرهش على كل حاجة بيفتقروا إنه إن ربنا نسيهم ربنا مش واخد بالي منهم يقول لك أنا بصلي بقى لي كم سنة وربنا ما دانيش الطلب ده أنا بصلي عشان أخويا ولا أجوزي ولا كذا ولادي بيعاد عن الكنيسة ولا 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 وربنا لسه ما استجبش فيبتدوا الناس يشكوا في محبة ربنا الإنسان اللي بيصدق في محبة ربنا حتى لو كان عنده مشكلة صعبة تلقاه باستمرار بيشكر ربنا بطريقة عجيبة جدا وعندنا مثال القديس بولس الرسول ما فيش كان عنده يعني متطهد زي بولس الرسول ما حدش كان بيتجلد زيه ما حدش كان بيتسجن زيه ما حدش كان عنده مشاكل فيه الكنائس وبدع وهرطقات كان بيحاربها زيه لكن مع هذا نبص نلقى في كل رسائله نلقى يعني كلها تفيض بالشكر والتسبيح طب يا ريت أقول لنا كده يبونا كم مثال من بعض رسائل اللي بيشكر فيها لو أن كل رسائله بتبتدي بالشكر دايما بيشكر يعني الحقيقة نتعلم من جول السرسول أشكر الله وده كده أشكر إلهي ده رمي 81 أولا كلمة أولا دي لها معنى أولا أشكر إلهي قبل كل حاجة بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم بينادى به في كل العالم بيشكر الله لأن إيمان أهل رمية بينادى به في كل العالم مع أنه ما كانت شرح رمية قبل ما يبقى المثالة دي بعتها لهم قبل ما يروح يشوفهم لكن سمع عن الناس أمنه وفرخان يعني مثلا إيه لو إحنا دلوقتي سمعنا أن كوريا فيها نهضة مثلا والناس بتاتي الناس تتعرف على النسيح المفروض أن أنا أشكر ربنا من أجل هذا العمل يعني الإنسان لازم ينفتح قلبه على العالم كله وأن فعلا أي إنسان في أي مكان في العالم بيتعرف على المسيح أنا أشكر الله من أجل أن هذا الإنسان آمن بالمسيح وأنه هو أصبح عضو في جسد المسيح له كل المن وبعدين في كورونسوس يقول لها واحدة أربعة يقول إيه أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاه لكم في المسيح يسوع لأن كريسة كورونسوس كانت غنية بالمواهب الروحية طيب يشكر ربنا بيشكروا على النعمة المعطاه لكم أنتوا أخذين نعمة يعني واضحة جدا جدا مواهب الروحية مش موجودة في أي كنيسة تانية وفي أفاسوس واحد ستاشر يقول إيه لا أزال شاكرا لأجلكم زاكرا إياكم في صلواتي وهنا نخلي بالنا شاكرا لأجلكم بشكر الله من أجل كل كنيسة أفاسوس وهنا يقول من جهة جميعكم فروميا يبقى برضو فروميا من جهة كل الناس اللي فروميا إيه الحكاية؟ بقول لسا الرسول بيعلمنا أن احنا نشكر الله من أجل كل الناس ودي واضحة في تيموسوس الأولى 2 واحد فأطلب أول كل شيء أن تقام تلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصر أنا دلوقتي بأنب نفسي ليه؟ لأني ما كنتش باشكر ربنا على محمد مرسي طب ليه ما كنتش باشكر ربنا؟ يا شايف أنه الله ده ربنا من خلال محمد مرسي ده كان اسمه محمد مرسي برضو يعني خلى مش مصري بس العالم كله يرفض الطيار المتطرف الإرهابي يعني عايز أقول أن فعلا ما كانش هو ربنا بسامح منه أنه هو حكم مصري لمدة سنة لكن بكوناش بنفكر أنه نشكر ربنا على الموضوع ده لأنه كنا فاكرين أنه ده جاي يعني يعني مش هونك ربنا اللي يكون جابه يعني لا ده ربنا سمح بكده لأنه لما كانش كده وتعرف في الحقيقة قدام مصر كلها مسيحيين ومسلمين والإسي استحت أن هذا الطيار لا يستطيع أنه هو يحكم بالعدل في أي دولة لأنه هم جماعة منغلقة على نفسها ليس لهم إلا مصلحتهم الخاصة عشان كده لازم أشكر ربنا على كل الناس وهنا لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب فأنا عشان كده الحقيقة لما بشكر ربنا على كل الناس أشكر ربنا على رئيسي في الشغل طب ده متهضني طب ده ظالمني أشكر ربنا على الإنسان اللي تعبني في البيت أو في الكنيسة أو في الشارع أو في أي مكان أشكر ربنا على كل شيء عشان كده الحقيقة هنا بقى الشكر اللي بيتكلم عنه وقوله رسول أنه الشكر من أجل جميع الناس تشكرات من أجل جميع الناس أنه بشكر ربنا لأنه وضع هذا الإنسان في هذا المنصب لأن ربنا زي ما نشوف دلوقتي أنه ضابط الكل محدش بياخد سلطة من غير بسماح من ربنا صحيح أنه دلوقتي بنشوف أمريكا هي المتسلطة على العالم كله ويمكن ما فيش حاجة بتحصل في بلاد كتير قوي من غير يعني ما تكون صباع أمريكا مابوت فيها لكن الله فوق أمريكا كمان طبعا وفوق كل ما زي ما قدشك قلت بسماح يعني ربنا أوقات بيسمح فهنا بقول لسي رسول بيشكر مثلا روميا بيقولك من أجل إيمانهم وبعد كده أجل محبتهم مثلا المسيح فلكن أهم حاجة في النقطة اللي عجباني قوي أنه بيشكر من أجل جميعكم من أجل كل الناس على نعمة الله مثلا زي في كولونسوس وإلى آخره فنقول برضو في كولونسوس واحد من ثلاثة الخامسة وإلى نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلينا لأجلكم استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع محبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل فهنا في كولونسي بقى بيشكر يا ربنا من أجل الإيمان أهل كلونسي ومحبتهم لجميع القديسين ومن أجل رجاء الموضوع لهم فين في السماوات طيب يا قد سبونة أنا زي ما بقول دايما الكلام حلو وسهل يعني لكن عايزين نعرف الحياة العملية للشكر يعني أوقات كتير قوي بيبقى الشكر صعب وبتبقى التجربة جمدة قوي لواحد مش قادر يشكر يعني فقدان زوج فقدان زوجة فقدان ابن ظلم بيّن على الإنسان خسارة كبيرة قوي في حياة الإنسان بتبقى الحقيقة علشان الإنسان يشكر بتبقى صعب قوي يعني عايزين الحياة العملية لحياة الشكر لأن قدسك قلت أن الشكر ده خط أساسي جدا في حياة المؤمن مهم جدا في يعني إزاي نعيش حياة الشكر أنا عايز أقول بس هو قبل ما نقول الإنسان إزاي يشكر في الظروف الصعبة دي يعني واحدة جزهة انتقل أو واحد مراته انتقلت أو ابنه صغير أو أبوه أو أمه أو إخواء حد من إخواته أو قريبه أو صاحبه جدا جدا الساعات دي بتبقى الإنسان اللي مش مستعدي لها ومفكرش فيها قبل أنها ممكن تحصل فإنسان بيبقى عنده صدمة إزاي ربنا بيعمل كده ليه يا رب بقى يقولك ليه طيب يبقى مثلا الأب عايش وسنه سنو سنوان ثمانين سنة أو جد أو جد وربنا ياخد الشاب الصغير طيب يا رب انت سايب ده واخد ده ليه الحقيقة أنا عايزة أقول حاجة عشان كاي بسميها حياة الشكر وحياة الشكر بتنبع من التسليم الكامل للحياة للمسيح أنا بسلم حياتي المسيح بسلم حياتي أنا وبسلم حياة مراتي بسلم حياة ولادي وأبويا وأمي وخاتي بقول لي يا رب كلنا كده وان تاكدش اعمل اللي انت عايزه فينا يعني واخد بالك بسلم ربنا فلوسي بسلم ربنا شغلي بسلم ربنا كل شيء في حياتي تسمحاتي التسليم عشان كده بقول لي يا رب اللي انت شايفه كويس تعمله في حياتي وأنا بشكرك مقدما كان فيه تغنيمة أشكرك إيه مستقبلي على قيادك على القاتي أشكرك مؤمن اللي عندك على القاتي أشكرك ففيك ثقتي أهو بشكرك يا رب كده بيسموه ايه بلايند يعني حتى على حاجة اللي انا مش عارف هتحصل على القاتي اللي انا مش عارف في ايه حتى اللي مش عارف في ايه بشكرك لا فلو حصل حاجة بقى وما شكرتش بقى اقول بقى الان بقى اقول كلام ماناش اعيه لكن وفهوض الانسان فعلا انه من دلوقتي قولي يا رب انا حياتي كلها بين ايديك بشكرك يا رب من دلوقتي على اللي هتعمله النهاردة في حياتي او بقرة او بعد سنة او بعض عشرة انا يا رب مسلم لك حياتي بالكامل عشان كده الحقيقة ساعتها الانسان لو سلم ربنا كل حاجة من الاول حيشكر ربنا بقى على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لان انا من الاول خلاص انا اعتبرت حياتي في ايدي المسيح وان انا زي ما قال كده بولي السرسول يعني احنا احنا متنا مع المسيح عشان كده الانسان الميت ده لو خسر ما هو ميت لو كسر ما هو ميت لو حد يعني عزيز عليه راح ما هو انا ميت فالميت المفروض ما يتقصرش بيه الامور الايه الامور الدنيوية والمشاعر لكن الميت الحي في المسيح تلقى كل هدفه الملكوت وكل حاجة بتحصله يقول ان دي ربنا سمح بيه علشان اوصل للملكوت طيب عايزين كده برضو يعني ازاي نتعلم حياة الشكر يعني مش بس الكلام ازاي نتعلمها يعني اولا لازم نعرف ان حياة الشكر دي زي ما جاءت في الانجيل دي امر يعني ايه يعني لازم نشكر لان عكس الشكر التزمر دي خطية خلت شعب الله ما دخلش ارض الموعد مضبوط عشان كده الحقيقة يقول في التسابيع الاولى خمسة سبتاشر تمنتاشر اية او ايتين صغيرين لكن فيهم الخلاصة لكل انسان عايز ان هو يعيش فعلا في ملء الروح وفي ملء المحبة وفي ملء الشكر وفي ملء البر وفي ملء القامة الروحية يقول ايه افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع واشكروا في كل شيء افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع واشكروا في كل شيء فرحوا الصلاة وشكروا دي ثلاثة مع بعض يعني ملازمين بعض والحقيقة هنا قال اشكروا في كل شيء واحنا خدناها في الكنيسة نشكرك على كل حال في صلاة الشكر ايوه ومن اجل كل حال وفي كل حال وفي كل حال هو اذا اساس كل الخدمات التقصية في الكنيسة لان احنا بنقول يا رب احنا وقفينه قدامك وقبل ما نقولك اي حاجة احنا بنشكرك على كل شيء صنعته في حياتنا وبنشكرك على كل شيء بتسمح به في حياتنا ان كان النهاردة او حتى في المستقبت علشان كده الحقيقة يقول بولس الرسول في كدوسي 3 17 وكل ما عملتم بقول او بفعل فعملوا الكل باسم الرب شاكرين الله يعني حتى اي حاجة نعملها بالقول او بالفعل يكون فيها تسبحة شكر يعني تبصت الان كده ناس عندهم لسان شكر باستمرار يشكروا 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 زي ابونا يسطس الانطوني ده كان نشكر الله ما كانش عنده غير الكلمة دي وقعين لها القصة المشهورة لما كان في القطر وبعد اذا كان نسافر وما معوش في الود راجل يعني فركب القطر جاله الكمساري ايه قاله تذكرة قاله نشكر الله قاله تذكرة قاله نشكر الله نزلهم من القطر وبعد كده القطر واقف ما مامشيش بغير لما جاي واحد عارف ابونا اللي ايه وقعت في الارض كده وقال له ايه ابونا ايه في ايه قاله يعني نزل معوش الفلوس يدفع فقال لكمساري انت مش عارف ده مين طبعا فالمهم لما ركب تاني القطر المهم يعني نشكر الله هو بيشكر ربنا ليه من ابونا يسطس على الفلس وما معوش يدفع تذكرة فبيشكر على كل حاجة طب انا عايز بقى لو حد مفلس يشكر ربنا يعني هل دي مثلا يعني يعني اقول لك اشكر ربنا ده يعني فحنا عايزين يتعلم حتى في الفلس وحتى في اي شيء نشكر ربنا وكل ما عملتم بقول او بفعل فعملوا الكل باسم الرب شاكرين له الحاجة المهمة اللي عايزين النهاردة عشان خاطر احنا نتعلم حادة الشكر زي ما انت سألتي عشان نتعلم حادة الشكر لازم نؤمن بتلات حاجات رئيسية مهمة بيه ده طب ممكن نخليها بعد الفصل اه ماشي طيب عشان نتعلم حياة الشكر لازم نؤمن بتلات حاجات رئيسية جدا هنعرفهم بعد الفصل فابقوا معنا اشواء للبركة جوانا تشبعنا رضا ويطفيت فينا تمرنا البركة ويطفيت فينا اهرها طفل من حوالينا وروحك تثمر في حياتنا وتبين سمر الروح فينا وبنعطش لحياة البركة من الله فوق اكتر تدينا وغرب البركة في ايامنا ارجع بمرحمة في ايامنا اشراقت واجهك من السنة وانتبوت عالك اراضينا عايزينا واراضينا وامر بالبركة في ايامنا ارجع بمرحمة وحينا اشراقت واجهك من السنة وانتبوت عالي اراضينا وانتبوت عالك اراضينا عايزينك تيجيب سلطانك تؤمر لحياتنا بحرية نثبت في الحق يحررنا من كل خطيئة وعبودية من كذب وباطل نقينا وبروح الحق تنورنا ارسل كلماتك ويشفينا اظهر فسلكنا وغيرنا ومر بالبركة في أيامنا اردع بمرحبت وحيينا اشراقت وكهك من السنة وانتب وتعالي الأراضينا ومر بالبركة في أيامنا اردع بمرحبت وحيينا اشراقت وكهاني سنة وانتب وتعالي الأراضينا عايزينك تملك في حياتنا وبقوة روحك عيش فينا نسكن في القلب وتملانا من غير وتركني كلنا املك في القلب وعلمنا نجيلك راحتك في كياننا نور أذهننا وفاهننا وتعامل مع ضعف إيماننا ومر بالبركة في أيامنا اردع بمرحبت وحيينا اشراقت وكهك من السنة وانتب وتعالي الأراضينا ومر بالبركة في أيامنا اردع بمرحبت وحيينا اشراقت وكهاني سنة وانتب وتعالي الأراضينا نكرز بكلامك بجسارة نزراه والمجد يكون لسمك وبدو وتروحك بحرارة نحصد وانفو استعرف شخصك قوينا فنعمل أعمالك ادينا كمن أغم منها وحياتنا توافق أفكارك وإيماننا يزيد ونتممها ومر بالبركة في أيامنا اردع بمرحبت وحيينا اشراقت وكهك من السنة وانتب وتعالي الأراضينا ومر بالبركة في أيامنا اردع بمرحبت وحيينا اشراق وكهك من السنة وانتب وتعالي أراضينا أهلا بيكم مرة تانية أحباء المشاهدين في حلقتنا النهاردة من كلمة الحياة وبنتكلم من الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس رسول إلى أهل كلوسي وبنتكلم عن الشكر والصلاة وعرفنا أن الشكر ده خط جوهري وأساسي جدا في حياة الإنسان المؤمن عشان كده الكنيسة علمتنا أن احنا نشكر في كل صلواتنا الكنيسة بتصلي صلاة الشكر في كل صلوات الاتروجيات الأدسات العشيات الأجبية الجنازات حتى الأفراح كل مناسباتنا أيضا الكنيسة علمتنا نبدأ بحياة الشكر عشان كده بنقول في الأجبية نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال في التجارب الصعبة نشكر أيها في المشاكل نشكر أيها وصدقوني يعني لو كل مهما قعدنا نقول لكم من هنا لكل حلقة يعني في حلقات جاية أشكره مش هينفع إلا لما كل إنسان يجرب فعلا أنه يقع في مشكلة أو في تجربة ويبتدي يشكر ربنا صدقوني هتفرق قوي 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 هتحس إن فعلا المشكلة أو التجربة اللي ربنا بيسمح إن أنا أجوز فيها له قصد فيها ولو خير وفيه خير من وراها صدقوني الحالة المسيحية مش وعظ لما قعد أقول لك أشكر لما أقول لك إفرح لما أقول لك رنمي لما أقول لك هل يعني ما ينفعش إن أنا أقول لك لكن أو أقول لك لكن لازم تجرب وتجربي الإنجلنا معاش وصايا الإنجل لازم نعيشها مش بس كلماتنا وعظ بيها صدقوني مش وعظ يمكن الكلام ده سمعناه بدل المرة عشرات المرات إن إحنا نشكر خصوصا موضوع الشكر ده موضوع سمعنا فيه عزات كتير قوي وإحنا لما بنتكلم عنه مش موضوع جديد لكن علشان نذكر أنفسنا أن إحنا لازم نعيش حياة الشكر وفي آخر الجزء الأول أبونا قال لنا فيه ثلاث حاجات هنتكلم فيهم علشان نقدر نعيش حياة الشكر أهلا بيك مرة تانية أتسبونا وإيه هما بقى الثلاث حاجات الثلاث حاجات اللي الإنسان علشان خاطر يعيش حياة الشكر لازم يكون عنده إيمان وثقة إن الله أولا صانع الخيرات والحاجة التانية إن الله رحوم والحاجة التالتة إن الله ضابط الكل فلازم يكون عندي إيمان واثق في إن الله صانع الخيرات يعني تملي هو اللي بيصنع الخير لكل إنسان صانع الخيرات ومش بس الخيرات الروحية ولكن خيرات الزمنية طبعا أربنا صانع الخيرات لأننا بنتكلم عن الخيرات ياه الخيرات دي كل شيء خير كل شيء يعني ممكن يفرح الإنسان ممكن يخل الإنسان عايش في سلام وعايش في طمقنينة ربنا عايز يدينا كل الحاجات دي لأنه صانع الخيرات فلازم أؤمن إن الله هو صانع الخيرات يعني هو تملي بيعمل لنا الخير حتى لو كان إحنا من منظرنا الديأ بنشوف إن الأمر ده لا ده مش خير خير إيه ده طردوني من الشغل خير إزاي ده نخشرت كل حاجة آه ده خير إزاي ده أنا مثلا مظلوم والناس ظلماني وبيقولوا علي كلام مش مظبوط طب ده خير إزاي فعلشان كده إحنا نرجع لروميا تمانية تمانية وعشرين الآية اللي إحنا كلينا حفظنا ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده كل الأشياء تعمل معا مع بعض للخير يعني عايز أقول يعني كل أشياء تعمل معا للخير كل الظروف كل الظروف اللي هي مثلا إيه يكون مثلا خسارة طلعوني من الشغل آه خلصت الفلوس اللي عندي مفيش حاجة موجودة في جيبي دلوقتي وبص قال كل الحاجات دي كلها وربنا رح مطلع حاجة من غير ما أنا أتوقع اللي حلت كل المشاكل دي مرة واحدة فإزا الله صانع الخيرات صانع الخيرات لأنه حتى الإنسان لو وصل إلى إنه هو الظلم وتحط في السجن زي ما ربنا عمل مع يوسف الصديق يعني مين يقول إن أخواته يحسدوه وبعد كده يرموه في البير وبعد كده يروح عند فطفار ويتهم في بيت فطفار ويدخل السجن وبعد فين الخير ده لكن في تكوين خمسين عشرين يوسف يقول لإخواته أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا ليحيي شعبا كثيرا أنا عارف إن فيه ناس ممكن أصدى ليك شر ممكن لكن ما تبصش للناس والشر اللي عايزين يعملوه معك بص إن الله قادر أن يحول هذا الشر إلى خير أو أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به بنفس الشر قصد به خيرا فلو أنا عندي إيمان إن فعلا الله صانع الخيرات وإن كل شيء حتى لو كان الناس الأشرار أو الشرير أو الظروف أو أو إلى آخره اتوضع في حياتي ربنا يقدر يحول هذا الشر إلى إيه؟ خير إلى خير الله صانع الخيرات الحاجة الثانية لازم أعرف إن الله رحوم يعني بعض يعني ساعات الإنسان يقول لك يا ده أنا عملت كذا في حياتي وكذا 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 أنا ملياش رجا ربنا مش ممكن إن هو يعني حينسى اللي عملته أنا أخطأ إنسان أنا أفكاري وحشة أنا كانت حياتي كلها ملوسة بالخطية والنجاسة عايز أقول لك إن الله رحمته مش بس يعني عايز أقول يخفر لي مرة أو سبعة في سبعين أو إلى آخر لا ربنا رحمته ديمة إلى الأبد يعني إيه يعني ربنا يرحم الإنسان مرة ده إحنا بنقول في اللي بقى جاية على طول اليومين دولك ياك أربيج مرحمك يا إلهي كسيرة جدا مرحمك يا إلهي لا يحصدها عددا قطرات الأمطار معدودة بين إيديك أيضا رمل البحار كائن قدام عينيك طيب يا رب بها سوء المسيح أنا خطياي كان بالأكثر خطايا قدامك طيب بعدين لا أنت رب بتغفر كل هذه الخطايا عشان كده الحقيقة لازم أثق في مراحم الله حتى لو كان الظروف صعبة رحمة ربنا أقوى من الظروف حتى لو كان يعني حياتي ضعيفة في تكاسل وفي تراخي وفي تهاون فرحمة ربنا تستطيع أن تشفي كل الجراحات وكل الضعف اللي موجود في حياتي عرمية 31-3 يقول ترى أليا الرابي من بعيد ومحبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة خلي بالكم أدمت لك الرحمة الحقيقة من الآيات الحلوة الخاصة محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة عشان كده فعلا رحمة ربنا بتظهر لما الإنسان يكون في تجربة صعبة تلقى باستمرار يعطي المنفذ لأنه لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل بل سيجعل مع التجربة المنفذ لتستطيع أن تحتمله دي من رحمة ربنا ورحمة ربنا الحقيقة احنا تعرفنا عليها أكتر من خلال شخص المسيح وعمله الخلاصي والكفاري من أجل خلاص البشرية في أفاسس 2-4-5 يقول الله الذي هو غني في الرحمة غني في الرحمة يا أه من أجل محبتي الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخدصون هذه نعمة ربنا ومحبته ورحمته الغنية غني في الرحمة كنا أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح شوفوا عمل رحمة ربنا إنسان ميت وموت إيه بقى ده موت الروحي ده أصعب من أي بوت تاني لأن الموت الروحي يعقبه موت أبدي ولكن أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخدصون هذه رحمة ربنا فلازم أصق فيه برحمة الله اللي لم يشفق على ابنه بل بزله لأجل أجمعين كيف لا يبنوا أيضا معه كل شيء أنا بتكلم في إيه ده بزل ابنه عشاني على الصديب يعني شوية يعني حاجات أنا عملتها هتخلي يعني هتخليني أن أنا أفقد خلاصي وأبديتي مش ممكن عشان كده باب التوبة مفتوح لآخر اللحظة في حياة كل إنسان لكن اللي رافض بقى نعمله إيه اللي رافض بقى أنا لسه كنت أنا وميري عادنا مع واحد يعني لا يؤمن بوجود الله عادنا ساعة نتكلم معاه ساعة نتكلم معاه نتكلمه عن المسيح ونتكلمه عن خلاص وعن حقيقة الأبدية وسنه كبير في السن عشان خاطر إنه يتوب ويرجع ويؤمن في الآخر آل الصلاة ما بأمونش بوجود بنا أصلا فيعني عايزة أقولي جماعة حاجات صعبة لكن إحنا نشكر ربنا أن إحنا يعني النعمة التي إيه نحن فيها مقيمون ونفتخر إحنا عادين في نعمة صدقني ياللي خدت المسيح ياللي عرفت المسيح أنت في نعمة ده فيه ناس مش قادرين إنه هم حتى يؤمنوا بوجود الله بوجود الله وعلى فكرة الحاد ابتدى انتشر في مصر زي ما هو منتشر في أماكن كثير في العالم الشيطان شغال على أخره أخير حمدتكلم النهاردة عن إيه على الشكر فأنا بشكر ربنا من أجل أنه هو إيه بقى الرحوم الله فنشكر صانع الخيرات الرحوم الله لا بس هي دي نقطة يا قدسك اللي قلتها إن أنا أشكر ربنا إن أنا أعرفه وإن أنا أؤمن به يعني ده يعني ده يعني لما شفنا الإنسان اللي عادت معاه ده أنا حقيقي قمت حزين عليه لأنه يوصل يقول لك أنا أساسا لا أؤمن بوجود الله يا خبر ربي إزاي الإنسان يوصل لمرحلة دي فإن كوني أنا أؤمن بوجود الله أؤمن بلهوت المسيح أؤمن بالخلاص اللي تم عشاني أؤمن إن أنا خطيتي تتغفر في دم المسيح ده شكر الواحد يشكر عليه ليل ونهار أنا كويس وأعمل أعمال خير للناس وأعمل الناس عمال خير حتى يعني طب هو لو فيه ربنا يعيز مني أكتر إيه من كده قلت طيب أنت ما فيش خطيئة في حياتك قال طبعا فيه قلت هاي جوت خطيئة موت ما هو المشكلة أنه هو اللي بعد الموت ده هو بش عارف هو فيه إيه مش عارف فيه إيه هو مش عارف فيه إيه حاجة صعبة قوي فإحنا نشكر ربنا فإحنا نشكر الله الرحوم ليه بقى لأنه أبى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وهنقول الآية عشان خاطر أنكم أنتوا تفكروا معايا فيها في كلوسي واحد اتناشر وتربتاشر بعتاشرتات آيات شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراس القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فهو أبى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي هو مصدر كل نعمة ورحمة وغفران علشان كده فعلا دي بقى يعني عايزة أقول إيه رحمة ربنا أو غنى رحمته هي اللي خلته أنه بزل ابنه الوحيد من أجل خلاص العالم كله علشان كده إحنا بنؤمن إن الله ضابطه الكل وإن الله إيه رحمه إن الله رحمه بس أبونا يعني في الحتتين دول أول إحنا جبنا مثلا صنع الخيرات الأول صنع الخيرات ورحمه اللي حصل مع يوسف إنه كان مخافة ربنا في حياته يعني يعني عايزة أقول إيه الآية بتقوله نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا خير للذين يحبون الله مش كل حد طبعا أيوة عشان بس نحط الحاكتين دول قدام عينينا إن الذين يحبون الله اللي فعلا عايشين أو مسلمين حياتهم لربنا بالكامل يبقى كل الأشياء تعمل معنا وإن الله رحوم وغافر الخطايا للإنسان اللي اللي مش عايش في الخطيئة يعني اللي بيغلط غصبا عنه اللي مش يعني ما خدش أدفنتج أنا من رحمة ربنا وأقول ما أنا هغلط وربنا هيسمحني وأنا هغلط وربنا هيسمحني يعني قصد يقول ما أعيش في الخطيئة بإرادتي ولو يعني يكون فيه توبة في حياتي باستمرار إن ربنا فعلا برحوم وهيقبل توبتي لكن ما اتكلش على رحم لا اتكل على رحمة ربنا مش قصد يقول كده ما استغلهاش ما استغلهاش ما استغلش رحمة ربنا ما قلش مثلا من ها أعمل الخطيئة ها أعمل الخطيئة دي النهاردة وبكرة بقى توبعنا لا ما فيش حالة كده لأننا نحن عارفين في العهد القديم ما كانش فيه زبايح كانت بس عن الخطايا اللي بدون قصد لكن الخطايا اللي بقصد ما كانش ليها زبايح يعني ما حدش يقولك أنا حقت الفلان ده وبعد كده أروح أتوب أطبعا خلاص لا ما نفعش كده طبعا يعني ما تيجي إزاي يعني بالصبع فعشان كده إحنا منتكلم عن مراحم ربنا للناس اللي هم يعني خطاه وفي نفس الوقت مش قادرين إن هم يعرفوا إن محبة ربنا العجيبة دي إنها ممكن إن هي تخفر لهم كل الخطايا بتاعتهم طبعا لكن إنسان بقى عارف وعارف إن الخطيئة قبلتها موت وبعد كده يروح مثلا إن هو يعمل خطيئة بعمل يقولك ما أنا بعد كده زي واحد في مرة عادت معاه فبيقول لي يقول لي يا بونا أنا فيش حاجة خالص في حياتي غلط كل بعمل كل حاجة صحة ما عادة حاجة واحدة مش قادرة ببطلها بقوله إيه قال لي الزنة طب بعدك طب وده طب ضيعت كل حاجة زي ما قال لي عوب الرسول قالك يعني يعني اللي بيغلط واحدة صار مجرما في الكل في الكل يعني في الكل يعني هذه الخطيئة حتى خطيئة صعبة طبعا حتى الإنسان اللي كده وبيعمل بأعتقد يعني أنه حتى لو جهه والتاب هيتوب لكن هياخد جزاء خطيئته مش جزاء يعني تأديب عقاب تأديب أي حاجة يعني بس أنا عايز أقول حاجة حتى الإنسان ما أخذ هنا في الأرض طبعا لا شيء بالنسبة لجهنم النار طبعا حيث الدود لا يموت والنار لا تطبع طبعا طبعا نار الأبدية يبقى الله صانع الخيرات الله الرحوم وأن الله ضابط الكل اللي حد التالي إن الله ضابط الكل فأنا بشكر الله لأنه ضابط الكل يعني ضابط الكل يعني ما فيش حاجة ممكن تحصل لا في السماء ولا على الأرض إلا بيسمح منه وما فيش ملك أو رئيس ممكن يترقص إلا بيسمح منه ما فيش حد يقدر يمسني بأي نوع من الأذى إلا بسمح منه لأنه ضابط الكل فعشان كده الحقيقة لو أنا واثق إن الله ضابط الكل لا أنا خاف لا من رئيس ولا من مرؤوس ولا من الناس الظلمة ولا من أي اضطهاد ليه ما ربنا ضابط الكل ضابط الكل الحقيقة عشان كده نبص نبص نلقى نبص نلقى الملك يهوشفات لما جيه تلت دول على شانخاتر يحربوه واقفوا يصلى يقول إيه في أخبار الأيام التانية إصحاح جرين وعدد 6 عبد's 6 حدوا قوي القصة دي آه جميل وقال يهو شفاط يا رب إله آبائنا أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك أنت رب ده أنت بحدش يقدر لأقصادك ده أنت المتسلط على السماء والأرض ما فيه طب والناس دول جايين حربونا ما أنت تقدر عليهم مش أن نقدر عليهم أنت تقدر عليهم هو دائم مهم فأنا هنا الله ضابط بكل أنا ما أقدرش على الشيطان بسبب أنه يقدر عليه أنا أقدر على الشيطان بالمسيح اللي فيه لكن القوة الحقيقية لسحق الشيطان هي قوة المسيح له كل النجل عشان كده نبص نلقى كمان أن الشيطان ما يقدرش يمس حد من أولاد الله إلا بسمح منه وبيكون للخير زي بالضبط التجربة بتاعة أيوب الشيطان لما رح لربنا وبتدى يشتيك على أيوب قال لربنا إيه في أيوب واحد حداشر واثناشر قال له ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان وذا كل ما له في يدك ده وإنما إليه لا تمد يدك يعني ما تمدش إيدك ليه فعملاكوا مع ليش مرة يعني قال له مد إيدك لجسده لكن نفسه لا فجربه في جسده فربنا بيسمح للشيطان لكن الشيطان ما يقدرش أنه هو يمس أي إنسان مؤمن بدون إذن من ربنا أو سماح من الله وبيكون للخير بيكون للخير حتى بالنسبة للتلاميذ لما الشيطان بطرس ما عندوش فكرة الشيطان بيعمل إيه وبيفكر في إيه عشان خاطر أنه هو يوقع بطرس الرسول لكن المسيح كشف لنا هذا السر إن الشيطان بيحاول أن يوقع حتى تلاميذ المسيح ففي لقى 22 و 31 يقول لي وقال ربه سمعان سمعان وزى الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك فصيح بطرس أنكر المسيح لكن المسيح صلى من أجل بطرس علشان الشيطان ما يخليهش أنه هو يقع في اليأس زي ما وقع يهوز الإسخريوتي وقتل وشنق نفسه عشان كده بقى إذن لازم نعرف هذه الحقيقة أن الله ضابط الكل للناس ولعالم الأرواح الشريرة ولا أي عايز أقول حتى مثلا الحاجات الطبيعية اللي ممكن تحصل زي مثلا الزلازل والبراكين ومش عارف إيه كل دي مش ممكن أنها تأثر علي إلا إن كان ربنا بيسمح وبعد كده بتكون للخير في الآخر عشان كده ضابط كل كل شيء فعشان كده ما خافش يبقى أول حاجة الله هو صنع خيرات الرحوم ومع الرحوم أبا ربنا وإلهنا وخالصنا يسوع المسيح وهو كمان إيه وهو ضابط الكل وهو ضابط الكل طيب يا أتسبونا برضو نطلع فاصل تاني ونرجع نكمل مع أدسك أحباء المشاهدين نسمع ترنيمة عن الشكر ونرجع نكمل معاكم وبعد الفاصل هيكون التليفون معنا لو أي مدخلات أي خبرات في حياة الشكر ناس كده شكرت ربنا في ظروف معينة وفعلا حست أن المواضيع دي كانت من إيد ربنا أو تلبط صلاة يعني التليفون هايبا مفتوح ونشوفكم بعد الفاصل ابقوا معنا ونشوفكم بعد الفاصل لذا شكرا أقول أيت بي أتي إليك أحتمي بل أرتمي في حضنك أشكر كل أيام حياتي 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 فأنت وحدك الهناء وحاجتي لشخصك ففيك وليس سوى كفايتي أحبك وحاجتي لشخصك ففيك وليس سوى كفايتي أحبك أشكر كل أيام حياتي حياتي أشكر كل أيام 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 حياتي بحبك غمرتني أشكر كل أيام حياتي 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 حياتي أشكرك كل أيام مرة تانية معاكم أحباء المشاهدين في كلمة الحياة والتليفون هينزل على الشاشة ولو في أي مدخلات أو أسئلة أو اختبارات بالحياة الشكر نحب نسمعها معاكم أو تلبط صلاة وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن ثلاثة حاجات أساسية جدا في حياة الإنسان عشان يعيش حياة الشكر لازم يؤمن بيهم إيمان راسخ جدا أول حاجة إن الله صانع الخيرات كلنا عارفين وبنرددها في صلاة الشكر بس ياريت فعلا تكون إيمان في حياتنا بجد لما خش في أي تجربة أو أي ظروف أدخل فيها أعرف إن الله صانع الخيرات تانية حاجة إن الله رحوم وده شيء أكيد كلنا اختبرناه وعرفنا رحمة ربنا قد إيه غنية الحاجة الثالثة إن الله ضابط الكل كل الشيء بيسمح من عنده كل الخيرات بيسمح من عنده وكل الأشياء اللي نشوفها حتى ما فيهاش خير لينا لكن هو ضابط الكل بيخلي كل حاجة في الآخر كل الأشياء تعمل ما عند الخير للذين يحبون الله أهلا بيك مرة تانية يا ودس أبونا وعرفنا الثلاث حاجات الأساسية لحياة الشكر اللي لازم الإنسان المسيحي المؤمن يؤمن بيهم بجد عايزين بقى نعرف بعض التدريب اللي نعملها علشان نتعلم إزاي نعيش حياة الشكر أو تدريب توصلنا لحياة الشكر كان الإنسان اليهودي لازم يشكر ربنا كل يوم على مش عارف سبعتاشر حاجة أو طبعا مش فاكر بالظبط العدد دي إيه بشكر يا رب عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا كان من ضمنها بيشكر ربنا أنه راجل مش ست أيوة فعايزة أقول إن إحنا عايزين زي ما بعض الفتات الشكر على نميتنا لأنه سطرنا أيوة وعاننا وحافظنا وقابلنا إليه وأشفق علينا وعددنا وأتى بنا لهذه الساعة فده حاجات عامة لكن أول تدريب إن أنا أشكر ربنا على كل أمور حياتي زي ما أنا دلوقت وبلاش إن أنا يعني أبص الورى وأقول ده أنا كان مفروض كنت عملت كذا مفروض إن أنا مكوتش عملت الغلطة الفلانية دي لأ خلاص أنا بشكر ربنا على الوضع اللي أنا فيه بشكر ربنا على حالتي الروحية ضعيف أقول له يا رب أنا عاف ناكتا حتقويني أنا رب عندي ضعف الفلاني بس أنا واثق فيك وأنا بشكرك من دلوقت لأنك أنت حترجعني تاني وبقى أحسن من الأول أشكر ربنا على كل الأمور الزمنية اللي أنا عايش فيها يعني كان عندي عربية أشكر ربنا عليه أشكر بقى لو بيت بالإيجار أو بنا شريف بشكر ربنا على كل حاجة صغيرة والديرة على الصحة على الولاد مش على الصحة وبس على كل عضو من أعضاء جسدي لأن فاكر برضو الموضوع إنك قلت مرة قبل كده لكن أقوله تاني أنه كان تعليم حلو خالص من قدس البابا المتنيح مسلس رحمات البابا شنودة الثالث أنا كنت في الوقت الاربعين يوم بتوع في الدير حصل أن قدس البابا الله ينيح نفسه أنه كان بيودع أحد الأساقفة وتشنكل ووقع على رجله ورجله انكسرت حصل فيها كسر وكنت أنا العربيتي كانت موجودة في الدير لما رحت بالدير سبت العربية موجودة ودخلت القلاية اللي بنعود فيها في الاربين يوم دول فما كانش بالصدفة ما كانش فيه غير عربيتي اللي موجودة في الدير كله فكان لازم البابا يروح مستشفى فركب العربية معايا وأنا طبعا سايق بس هو بقعد متألم ورخ في الكرسل الورق وبعدين ابتدى يتكلم يعني ويقول أنا عمري ما فكرت إن أنا أشكر ربنا على رجليا لنوقف عليها لكن دلوقتي ابتديت أشعر إن أنا لازم أشكر ربنا على كل حادة سليمة في جسدي لأن دلوقتي حصل حاجة زي كده لأنه ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر يعني لو أشكرش ربنا على الحاجة اللي عندي مش هتزيد فلو أنت عايز أي حاجة عندك تزيد أشكر ربنا على الصحة حتى لو كنت مريض لأن في ناس يعني تعبان أكتر منك ومرضان أكتر منك فعشان كده عايزيني تعلم على بنشكر ربنا في كل حاجة ونعدد الأمور اللي بنشكر عليها ربنا بشكر ربنا على مراتي أو على جوزي تودها جوزي ده تعبني ده بيعمل فيها كذا وكذا 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 أشكر ربنا عليه لو بنا عايزي أعلمك حاجات من خلال جوزي مثلا يعني عايزين نشكر ربنا على أي وضع إحنا فيه أنا فاكر قريت كتاب زمان عن حياة الشكر وبعد كده جي كانت سلسلة كتب آه سلسلة كتب آه وبعدين ففي قصص من قصص بقى الشكر إنه آآ الخادم ده آآ كان بيتكلم مع أم وبتشكيل ومن بنتها إنها بتروح النايت كلابز وبشي مش كويس وبتاع وإلى أخيه يعني فالخادم ده كان من الناس اللي كتبوا كتير عن حياة الشكر سموارلين كاروسرز أو هو كان أكيد أسيس أمريكاني وكان بيخدم في السجون وكان بيعلم المساجين إزاي يشكروا ربنا إنه هم يجوم السجن هنا بالرغم يعني طبعا وضع صعب وكان ربنا بعمل معجزات كتير قوي في الناس بتتغير وهي في السجن فقال الست دي قال لها أشكري ربنا على بنتك أشكري ربنا على بنتك إنها كذا كذا قلت له أيوة أشكري ربنا وشوف ربنا هيعمل إيه لو شكرنا ربنا على أي وضع لأي حد ربنا هيعمل معجزة بقول لك وقعدنا نصلي وبعد كده بيحكي بقى إن حصل إن حد من الناس اللي بيكرزوا دخل النايت كلاب ده وإدى لبنتها ورأة كده بتكلم عن محبة ربنا وعن خلاص المسيح وبتاعه وهي أردتها والبنت دي في الوقت ده اتغيرت وهما بيصلوا عشانها يعني هما بيصلوا عشان ربنا يعني يغيرها آه بس نقول يا رب نشكرك لأنك إنت حتى ولو هي في هذا الوضع لك إحنا وثقين أنك إنت تقدر تغيرها آه لكن أنا مش هشكر إنه لدي ماشيين غلط وهشكر بس لا أنا هصلي أقول له رب يعني غير حياتهم خليهم يعرفوك طبعا بس هو الفكرة إيه إنه يعني حتى الإنسان لما بيكون وصل لهذا الوضع يا رب إحنا عارفين إنك إنت زي ما عملت مع المرأة الزانية وغيرتها بقت قديسة زي مرأة من المجدلية آه تقدر تغير تقدر تغير كذا فإحنا بنصلي دلوقتي بنقول لك يا رب إحنا وثقين في إنك إنت هتعمل حاجة وفعلا ربنا أشتغل بس قبل بس صلى برده فيها روح الشكر إن بالإيمان ربنا حيشتغل يعني ده ده اللي أنا أصدق أقول له عصد يمكن أن أمتي حبيت ستوضحي للناس أكتر بالإيمان أنا وثق إن ربنا حيشتغل عشان كلا بشكره على اللي هيعمله مش بشكره لأنه هي وحشة لأ بشكره إنه هيعمل معجزة يعني وهي دي المفروض تكون أسلوب حياتنا أنا بشكر ربنا لأنه هيعمل هيغير زي أم القديسة غسلين وصدقات بالإيمان 20 سنة بتصلي ووثق إن ربنا هيجيبه هيجيبه لأ لو كانت هي مثلا ما كانش عندها إيمان كانت زهقت من سنة 2-3-4 لا ربنا مش عايزه طبعا خلاص أنا أقدر أعمل إيه المهمة لكن لأنها عندها إيمان إن ربنا هيغير عشان كده ربنا اشتغل بسبب فإحنا بنتكلم عن التدريب هذه التدريب التاني إن أنا أشكر ربنا في الأمور الصغيرة زي في الأمور الكبيرة يعني إيه عشان أتعلم حيات الشكر أنا وأنا جاي رايح الشغل وبعد كده حصل إن أنا الدنيا كانت زحمة روحت الشغل دوني نوتس قاله أشكرك يا رب طب ده حاجة يا رب طب لكن عايز أقول ربنا ممكن يكون أنت خدت نوتس لكن كان ممكن تحصل حدثة لو أنت مشيت في سكة تانية أو لو كان الطريق مثلا في سرعة شوية يعني عايز أقول إن ربنا في دقائق الحياة الصغيرة لأنه بيسطر زي ما قلنا سطرنا وعاننا فلو إحنا جلنا وأي نوع من الضيق أو التعب أو الخسارة فإحنا نشكر ربنا على كل حاجة صغيرة بتحصل في حياتنا حتى لو كانت حاجة يعني تفهة حصلت طب وتشكر ربنا على الحاجة دي طب وإي يعني واحد شتمني وبعد كده أنا ما رضتش عليه قاله أشكرك يا ربنا لدي النعم إن أنا ما رضتش عليه أشكرك يا ربنا خليتني إن أنا يعني ما رضش للشخص ده الإساءة زي ما أساء إليه لأن دي نعمتك يا رب أشكر ربنا على كل حاجة صغيرة وكبيرة في حياتنا أنا إذا ابتديت أشكر على الأمور الصغيرة هقدر أوصل إن أنا أشكر على الحاجات الكبيرة على الظروف الصعبة الكبيرة أو على الخيرات الكبيرة يعني هي بداية إن أنا أتعلم بس إزاي أشكر يسا مظبوط يعني هي التكة كده إن أنا الحاجة أول ما تحصل أشكر هو يمكن إحنا بنقبل وبنشكر متأخر لكن كوني أول ما تحصل أي حاجة أشكر هي دي التدريب اللي الواحد عايز يتحاول يتعلمه علشان يقدر فعلا يشكر نظبط فدي التدريب اللي هي إن كان ما هيش بسيطة لكن هي عملية أكتر زي ما قلنا هنشكر ربنا على الحاجات حتى نقول كده هشكر ربنا عشان كذا وكذا 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 سترى أنا وحافظنا زي ما نقول كده في صوت الشكر ولكن ممكن أحط بقى على حاجاتك الخاصة بي أنا على كذا وعلا كذا وعلا كذا وعلا كذا الحاجة التانية أشكر ربنا في الحاجات الصغيرة وفي الحاجات الكيبرة الحاجة التالتة بقى إن أنا أشكر ربنا بالكلام وبالفعل أشكر ربنا كلامي عن أقوصة الشكر دي وإن أتأمى في معانيها وفعلا أقصد كل شيء فيها وأشكر بقى بالفعل اللي هو الإنسان اللي بيقدم زبايح شكر بقى هذه الزبايح والتخدمات ممكن أنا بشكر ربنا كان واحد عندنا في الكنيسة في المعادي كان باستمرار لما تحصل أي حاجة عنده كان يبعث لي يقولي تعالى نعمل صوت شكر لربنا وكان يقدم بقى زبيحة أي حاجة أعطية للكنيسة أو للفقرة أو الحاجة زي كده دي اسمها زبيحة شكر زبايح للشكر وممكن قوي النسان مجرد تسبيح ربنا ده صمر شفاة تسبيح ده شكر لربنا فزابح الحمد يوم جدا زابح الحمد يتقدمه فإحنا نتعود إزاي إن إحنا نقدم فعلا زبايح شكر ربنا بالقول وبالفعل أو بالكلام وبالفعل دي هي تدريب اللي خلينا نحنا نبتدي نتعلم حياة الشكر والحياة هنا من الحاجات الحلوة اللي أنا تعلمتها برضو إن أنا أول ما أصحى يعني الصبح حتى قبل ما الواحد يبتدي يعمل أي حاجة أو خلوة مجرد يقوم من سرير والصبح أقول له ربنا بشكرك على اليوم الجديد وهشكرك على كل حاجة هتحصل في اليوم ده مقدما كده يعني على اليوم وعلى كل حاجة في اليوم سلبت اليوم لربنا من أوله هو بقى وابقى مستعدة أتقبل أي حاجة تحصل في اليوم ده لأن أنا واثقا أنها من إيد ربنا طبعا طيب يبقى الشكر ده ده يعني حالة حلوة قوي قوي و جميلة الإنسان بيعيش فيها وكل ما يشكر هيفرح عشانا قلنا يعني الشكر والفرح مرتبط وبالتسبيح وهيسبح عدم الشكر بقى مرض روحي ولا أسميه إيه؟ وعدم الشكر هيبقى تزمر يعني والقدسك كده كلمنا على الإنسان بقى ما بيشكرش وعايش في حالة تزمر مستديمة يعني الإنسان لا بيشكرش أول حاجة أنه هو مش قادر يقدر إحسنات ربنا عليه إن كانت مرحمه الغنية إن كان عمله الخضاصي إن كان إنه هو فعلا يعني بيقف معاه في كل حياته سطرنا عالنا حافظنا قابلنا إليه أنا ما أعتقدش إن إنسان مؤمن حقيقي ما عندوش حاجة شكلة إنه بقى يعني بياخد لكن من إيد ربنا وبياكل من إيد ربنا لكن في نفس الوقت إنه ناكر إن ربنا اللي ميديله ده كله الخير ده كله وبيسعاته ينسيبه لنفسه عشان كده الحقيقة عدم اعترافنا بإحسنات الله علينا ده شيء الحقيقة مقيد جدا والمسيح يتكلم عنه في موضوع العشر بورس دول لكن تعالوا شوف داود النبي في الأول في مزمور 103 يقول إيه باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتك بقى ربنا أحسن إليك في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا حسناته لكن الإنسان اللي ياخد والربنا يديه والربنا يشفيه وفي نفس الوقت ما يشكرش ربنا أو عامل بالضبط كده زي العشر بورس اللي شفاهم المسيح نحن موجودين في لؤة 17 من عدد 12 لعدد 19 وفيما هو داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال بوس فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا فنظر وقال لهم اذهبوا وقالوا أنفسكم للكهنة وفيما هم منطلقون طهروا فواحد منهم لما رأى أنه شفيا رجع يمجد الله بصوت عظيم واحد بس من العشرة اللي رجع يشكر ربنا ويمجد ربنا ربنا يا ما شفاك ربنا يا ما دالك يا ما حل مشاكل في حياتك ولسه الغد الوقت ما تعلمتش حياة الشكر اشكر ربنا على كل اللي عملوا في حياتك في السنين اللي فاتت علشان خاطر تقدر أنك انت تبتدي تمارس حياة الشكر وتتمتع أيضا ببركات الشكر الشكر الحقيقة أو عايز أقول حياة الشكر لها بركات عجيبة جدا ما فيش إنسان عايش حياة الشكر وعنده اكتئاب وحزن وضيق أبدا فرحان ليه زي ما قلنا كده أنه الإنسان اللي عنده شكر يعني مسلم حياة ربنا يعني مش مهتم بالإيه اللي يحصل بكرة لأن حياته بيسلمها في إيه ربنا بالكامل مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك على الآتي أشكرك في فيك إيه ثقة وعشان كده إحنا نبص نلقى إنسان تملي فرحان لعايش حياة الشكر عنده فرح عنده سلام داخلي عجيب جدا 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 وبعدين في سفر النحام يقول لك إن فرح الرب هو إيه قوتكم الإنسان قوي قوي فعلا ليه لأنه واثق إن يضى الله معه عشان كده قوي مش قوي لأنه هو قوي يعني عضلات أو قوي روحيا لا قوة الله لأن الله قوة لنا عشان كده إحنا ما كانش ربنا قوتنا ملناش أي قوة قوتي وتسبحتي هو الرب هو الرب مزبوط هو قد صار لي خلاصة طيب يبقى إحنا تكلمنا دلوقتي عن إن فعلا الإنسان اللي بيشكر ده إنسان مش قادر يقدر إحسنات ربنا اللي فعلا كل صباح إحسناته في كل صباح عشان كده الحقيقة هذا الإنسان إنسان إيمانه ضعيف أو يمكن قليل الإيمان وساعد بيكون عديم الإيمان مش قادر إنه هو يصدق إن ربنا هو اللي رفع عنه التجربة دي ربنا هو اللي ما خلهش إنه يصل زي ما الناس التانية وصلت إلى مستويات صعبة جدا جدا من الضعف ومن الخسارة ومن المرض ويفتكر إنه هو بزكاؤه وبعقله وإنه هو ماشي على نظام غذائي مظبوط ولكن مهتم بصحته فأن الصحة دي نتيجة لترتيبه وفكره الشخصي وإنه هو إنسان رياضي إلى آخره صدقوني كان فيه إنسان إحنا حضرت الجنازة بتاعته كان إنسان شاب وكان عنده فلوس ما كانش محتاج إنه هو يشتغل فكان حياته كلها إنه هو بيروح النادي السبورت عشان يعمل الرياضة وكان أكله أكل صحي تمام وما عندهش أي نوع من الأمراض خالص ما فيش أي نوع من الأمراض وبعدين وبعدين هو قاعد كده بتفرج على التلفزيون وبعدين أبوه كان عايش معاه فأبوه رجع بيخبط على الباب بيحدش بيفتح وعرف إنه هو ما بتأخرش بره ما هو محتفظ بيحفظ على صحته وبعدين لما فتحوا الباب ليقول إنه هو انتقد من هذا العالم عشان كده يا جماعة لا الصحة لا هي بتاع بالإنسان ولا بأي حاجة الصحة دي عطية من ربنا فما بتش أشكر ربنا عليها يعني وزنة لازم نحافظ عليها ولك عطية من ربنا لكن ما نتكلش إن إحنا هنحافظ عليها أو اللي بيحافظ عليها هو اللي إحنا بنعمله إحنا بنعمله كويس لكن بالضبط زي أي حاجة إن ما كانش ربنا كمان إيده مش ممكن هيصر حاجة مش ممكن إنسان يقدر يحافظ على صحته ولا على نشاطه ولا على زهنه المتقد إلا بنعمة ربنا وهذا بالك إحنا شايف إعلان على بعض القنوات العربية قولك واحدة تقولك كده يعني بتكلمت بتقول لها يعني تقدري تتحكمي في عمرك بالعناية بصحتك قولت الله يا شيخ حرام عليك هتحكم في عمري أو لما تيجع عربية تدهسها يعني لكن هذا لا يمنع إن الصحة وزنة ربنا بيديهنه عشان نخدمه بيها فطبعا الإنسان اللي بيدمن مثلا أي نوع إدمان مخدرات أو كحليات ده بيفسد هيكل الله وبيفسد الوزنة أو العطية لربنا ادهاله فطبعا يعني الوزنات ربنا بيدهالنا زكاة الصحة وزكاة حاجات كتيرة بقى مش هتكلم بالتفصيل لكن كل دي وزنات من خيرات ربنا علينا ونعمته علينا إن إحنا بيدينا الوزنات دي عشان كده لازم نحافظ عليها مع عشان كده بقول إيه إنه هو إنسان لو فاكر إنه هو اللي يعني صحته كويسة وإنه هو بيكسب فلوس كويس لنتيجة زكاؤه آه لا الفلوس دي بتبقى طبعا لا تتعب كثيرا لكي تصير غنيا طبعا يعطي من يشاء طبعا وربنا هو اللي يعطي عشان كده المهم إنه الإنسان ساعات بيفتكر إنه ده كله عمله قالك أنا آه أنا آه أنا اللي عملت ده كله زي ما قال نبو خزنصر آه قالك أنا باقتداري آه بقوتي عملت بابل آه فعشان كده أنا عايز أقول والغاني الغابي اللي قال والغاني آه والسح آه فعشان كده هنا الإنسان لما بيتكل على مقدرته الخاصة ويقولك بينسب لنفسه كل النجاح اللي في حياته ما بيشكرش ربنا ودي كبرياء بقى فبيعف خطيط الكبرياء فنبوص الإنسان المتضع يشكر ربنا يقولك ده كله من فضل ربنا إنسان اللي عنده كبرياء يقولك ده أنا عملت وأنا جفت وأنا وديت ولولا لولايا ما كانش حصل كذا وأنا عملت كذا وأنا كذا كذا فطبعا حياة الشكر يدخل الإنسان لينسب الفضل باستمرار لله وليس لنفسه أو لأي إمكانية من إمكانياته لا المادية ولا الزهنية ولا الصحية ولا الاجتماعية يعني عدم الشكر ممكن يوقع الإنسان في خطيط الكبرياء يعني أول حاجة الإنسان ما بيعترفش بإحسانات الله إحنا بنتكلم على عدم الشكر بيسبب لبعض الأمراض الروحية إن الإنسان ما يعترفش بإحسانات الله في حياته الإنسان بيبقى ضعيف الإيمان لأن أول ما تجي له تجربة يبتدي يتزمر ويبتدي ليه ربنا عمل وليه ربنا سوى وتانية حاجة تالت حاجة نو ممكن يوقف في خطيط الكبرياء طيب نكمل والحقيقة يبونى خطيط التزمر دي زي ما قلت في الأول دي خلت شعب الله كله اللي طلع من أرض مصر ما دخلش أرض الموعد يعني خسرتهم الدخول لأرض الموعد نضبوط طيب نكمل ونطلع آخر فاصل عشان السؤال الجاي طويل نطلع آخر فاصل ونرجع نكمل معك وحبا مشاهدين ابقوا معنا اشتركوا في القناة ياللي مدت بدلي وشايل كل أحمالي في السماء بتشفع عفقية عمري ضع واشتريت وقلبي تا ولقيت وفتحت لعدية يا إلهي أنا قلبي اسمت لك يا إلهي أنا قلبي اسمت لك يا إلهي أنا قلبي اسمت لك يا حمل مزموح عني لك المجد والكرمة والبهاء لك علامة سلطنك بحررني لك القوة والجلال لك علامة سلطنك بحررني لك القوة والجلال من البشر قبرع جمال لعمتك بتغيرني يا إلهي أنا قلبي اسمت لك يا إلهي أنا قلبي اسمت لك يا حمل مزموح عني يا إلهي أنا قلبي اسمت لك يا إلهي أنا قلبي اسمت لك يا إلهي أنا قلبي اسمت لك يا حمل مزموح عني يا إلهي أنا قلبي اسمت لك يا إلهي أنا قلبي اسمت لك أنا قلبي اسمت لك ما بتشبع فيي عمري ضاع واشتريته قلبي تاهوي لقيته فتحت لعني يا اللي مدت بدلي ويشايل كل أحملي في السماء بتشبع فيي عمري ضاع واشتريته قلبي تاهوي لقيته وفتحت لعني يا إلهي أنا ألبس بطريك يا إلهي أنا ألبس بطريك يا حمل مسبوع عني يا إلهي أنا ألبس بطريك يا إلهي أنا ألبس بطريك يا حمل مسبوع عني يا حمل مسبوع عني يا حمل مسبوع عني أهلا بيكم مرة تانية يا حباب المشاهدين تآخر جزء من حلائتنا النهاردة وأعتقد معنا ريمون من ألمانيا أهلا مساء النور أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك وجميع المشاهدين الأعزاء أهلا بيك أبونا بيشوي أنا حابب بشكر كل محبة وتواضع أعلن شكري مع زوجتي ريمة على قناتكم الكريمة أبونا على كل القنوات الروحية أبونا بالفعل لأن الله بالفعل يتكلم أبونا وبيبيع من خلالكم بيروحه القدوس أبونا أشكر الرب كرمالك أبونا كرمالك شخصيا أبونا بشوي عزيز حبيبي وتعاليمك إلنا أبونا وتعاليم كل الأباء والأخوة القدسين أمثالك أبونا أشكرك يا ريمون أشكرك أنا حاببتك أشكر الرب أبونا بالفعل هاي نعمة أبونا نعمة بالفعل أبونا أشكر الرب على كل شيء أبونا على وجودك أبونا على هالقنوات الروحية وعلى كل شيء في حياتنا أبونا فعلا حياة الشكر دي حياة حلوة خالص وانت بتشكر وده موضوعنا النهاردة على الشكر ففعلا نحب نشكر ربنا من أجل القنوات الفضائية دي حاجة ما كانتش موجودة من كم سنة بس لكن ربنا دلوقتي خلى أنه الإنجيل باللغة العربية يكون فيه قنوات كتير بتتكلم عن المسيح وعن الخلاص وعن الحياة الأبدية يريد تصلوا علشان ربنا يسند القنوات دي في خدمتها وفي أعمالها عشان نوصل كلمة الخلاص إلى كل أرجاء المسكونة لحوالي أكتر من 300 مليون نسمة بيتكلموا اللغاء العربية آمين آمين أبونا آمين الله يخليك أبونا دائما معكم وانت بقلوبنا أبونا والصلاوات طاعنا أبونا نحن صغار أبونا نحن عم نتعلم ونحن بحاجة لصلاواتنا أبونا بتعلمنا منك من قداستك أبونا كثير الله يخليك أبونا وتخليكم جميعا شمعة ونور لألنا جميعا أبونا الله يبركيك حبيب شكر محبتك خالص حبيبي أبونا شكرا لك يا ريمون شكرا على محبتك وكلمتك نشكرك نشكر ربنا على انتشار الإنجيل في كل مكان أبونا مرة تانية أهلا بيك وبنشوف القديس بولس الرسول في الرسالة دية بيبتدي يشكر من أجل المؤمنين في كلوسي وابتدى يعدد حاجات كتير قوي يعني على إيمانهم على خدمتهم أعتقد للقديسيين يعني حاجات كتير قوي قدسك كلمنا فيها عن محبتهم كلمنا بالتفصيل عن كل الأشياء اللي ابتدى القديس بولس الرسول بيشكر ربنا من أهل المؤمنين كلوسي طيب معلش معنا أبو مهند منين أهلا بيك أبو مهند من الأردن أهلا بيك يا أبو مهند فضل دائما ورحمة وسلام ومحبة أهلا بيك أهلا بيك للقمص بشوي عزيز أهلا بيك حول أهلا بيك أهلا بيك دائما يجب أن ننظر إلى يسوع نعم يسيد إذن يتصر الخلاص سلوق أصحى 22-30 يقال لا ينال أحد الخلاص بالمواصف والتقاليد ولا بالأعمال الحسنة ولا بالصدقات ولا يحفظ وصايا هي شغل أيدي الناس بل بقوة أعطية الله الموهوبة لنا في شخص السيد المسيح هذا أدركه الشيخ سمعان أدرك هذه الحقيقة بوضوح عندما أخذ الصفل الإلهي بين يديه من العذراء مريم وحمله قائلا الآن تطلق عبدك السيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد صراط أدرك سمعان بأن كان المسيح المنتظر الموعود به والذي سيتأذل لأموت من أجل لخطيان سمعان علينا أن ننظر إلى يتوع لنناد الخضاء فإن كنت تركز على إيمانك الموروث فإنك أثعت جميع الناس ولكن إن كنت تنظر إلى يتوع وتبني إيمانك عليك وعلى كلمته وخلاصك مضمون مثل من ضياء الشمس وجمال البدر والتموات والنجوم يتوع أعلى مزا وأسمع لأنه الفاد الرحو إن الخلاص لا يتطلب التخلي عني شيء بل هو الحول على شخص المسيح وقبوله وشكرا لكم شكرك يا بو مهند شكرك على مدخلتك تحبق أي تعالية وتقول طبعا الخلاص نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح هو المسيح هو عايزة أقول لا خلاص خارج عن شخص المسيح لكل المجد طيب مرة تانية سؤالي كنا منتكلم عن القديس بولوس الرسول كان بيشكر من أجل المؤمنين والحقيقة هو فيه حاجتين هنا هو شكر من أجل المؤمنين لأن فيهم حاجات كتيرة كويسة وكان برضه بيشكر من أجل أبي فراس الخادم الخدم في كلوسي وكان حاسس أن خدمته أصمرت في هذا المكان فأتكلمنا عن نقطتين دول يعني هو بولوس الرسول لما بيشكر الله من أجل مثلا إيمان أهل كلوسي وإيمان أهل رومية هو بيشكر الله من أجل العمل المسمر اللي قام به الخدام إن كانوا تلاميذ بولوس الرسول أو إن كان أي خادم تاني قام يعني بولوس الرسول كان منفتح على الحقيقة إنجيل المسيح كقوة الله الخلاص لكل إنسان في العالم لأني لا أستحي بإنجيل المسيح لأن قوة الله الخلاص لكل من يؤمن لكل من يؤمن فعشان كده تمالي كان أول ما يسمع أن فيه مثلا مدينة زي رومية إبلة المسيح كان يبسط قوي عشان كده بعت لهم رسالة قال لهم أنا فرحان بإيمانكم هنا فيه شقين هو فرحان فعلا بالصمر وكمان عشان يشجعهم إن هم أصبحوا ناس مؤمنين دلوقتي فقلهم بقى أنتم مؤمنين فبيشجعهم عشان خاطر كمان إن هم ينموا في حياة الإيمان وفي معرفة الله فمثلا فيه كلوسي واحد تلاتة واربعة يقول إيه نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلينا لأجلكم اسمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين فهنا بيشكر الله من أجل إيمانهم ومحبتهم عشان يزيدوا في الإيمان ويزيدوا في المحبة وكمان بيشكر ربنا لأنه فعلا ربنا هو العامل فيكم يعني أو قال بوليس الرسول نحنوا عاملان مع الله وأما أنتم ففلاحة الله لأن ربنا اشتغل في الناس دول وغيرهم فبيشكر ربنا على عمله فيهم إن هم أصبحوا مؤمنين وكمان إن هم بيحبوا جميع القديسين وده نتيجة إنه شعروا إنهم جسد واحد اللي هو جسد المسيح له كل المجد وبعدين كمان بوليس الرسول بيشكر بقى على أمور بيشترك هو فيها مع كل المؤمنين فبيشكر من أجل الميراس الأبدي يقول في كولوسي 11 شاكرين الآب الذي أهلنا للشركة ميراس القديسين في النور سمى هنا شركة ميراس القديسين في النور القديسين لهم ميراس أبدي وهنا بيكلم في النور لأنه لا يمكن أبدا تكون شركة حقيقية مع المسيح في أي ظلمة أو أي ظلال من الظلمة ولو قلنا النور هو المحبة نعرف إن أساس شركتنا مع بعض كمؤمنين حقيقيين هي المحبة اللي مش بس بالكلام ولكن محبة العملية اللي بتخلينا فعلا جسد واحد والناس تقدر لما بتشوفنا كده تمجد المسيح من أجل وحدتنا عشان كده المسيح لما صلى في يوحنى 17 لما قال كده أريد أن الجميع يكون واحدا وقال التلاميذ برضو قال لهم كده ليعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم إيه؟ حب بعضكم بعضكم من بعض لو في محبة فعلا حقيقية حيبقى فعلا مسيح عشان كده اسمنا الشركة الإيه؟ ميراس القديسين ميراس القديسين في النور وإحنا فعلا لما نعيش في النور هنا ويكون لنا شركة القديسين أو نعيش مع بعض في هذه الشركة هيبقى أيضا لنا شركة ميراس القديسين هنورس الميراس الأبدي للينا في المسيح يا سوا إن كنا أولانا فنحن ورسة الله ورسة ورسة الله ورسون مع إيه؟ مع المسيح الحاجات الثانية الملكوت السماوي فأنا لو بشكر ربنا على الميراس الأبدي والملكوت الليلية مش حاجة في مرة كده أقول لا يا طرى أنا أروح السماوة ولا لا ده أنا بشكر ربنا على الميراس الأبدي الليلية فالحاجات دي بتخليني فيه رجاء لكن لو أنا أقول لو أنا بشكرش ربنا على المراسل أبدي طب أنا أنا مش عارف أنا حوصل ولا لأ لكن أنا ثقة في ربنا اللي حوصلني شاكرين الآب الذي أهلنا جعلنا مؤهلين يعني أهلنا يعني بيدينا حياة التوبة بيدينا الفضائل الروحية بيدينا القوة علشان نقدر نجاهد الذي أهلنا للشركة ميراس القدسين في النور أهلنا جهزنا يعني جهزنا عدنا الملكوت السماوي بقى يقول كمان إيه الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ده نقلنا يعني ده فعله ماضي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبت من ساعت ما وقفنا في المعمودية وجهزنا الشيطان وإحنا وقفين في الغرب كده وقفنا في الشرق وابلنا المسيح اتنقلنا من سلطان الظلمة واتنقلنا إلى إيه ملكوت ابن محبتين الحقيقة يعني كلام حلو خالص وبلس الوصول أصله كل آياته عبارة عن جمل مركبة يعني تقدر يتأمل في الآية من جهة أمور كثيرة جدا ابن محبته دي موضوع طويل قوي المهم احنا نشكر هذا على المراس الأبدي وعلى الملكوت السماوي اللي احنا أصبحنا فعلا مش حائزين عليه فقط ولكن بنترجاه لأن احنا اتنقلنا من سلطان الظلمة إلى الملكوت وده مش عمل إنسان ده عمل للمسيح على خشفة الصليب اللي بنناله من خلال سر المعمودية الحاجة اللي بعد كده الذي لنا فيه الفداء بدأ من غفران خطايا ده كلوسي 11 بنشكر الله من أجل الفداء وغفران خطايا ده اللي بيأهلنا للمراس واللملكوت طيب برضو القديس بولوس الرسول في الأعداد دي وصى أهل كلوسي إنهم يشكروا ربنا من أجل أمور معينة لبنيانهم الروحي يعني إيه الأمور دي يعني إن احنا ممكن نشاركهم فيها علشان نبنى روحيا هو كان بيتكلم عن السبات وقال كلمة كده في الآية كانت صعبة شوية في كلوس 2 6 و 7 ولك متفاضلين فيه بالشكر الحياة الشكر تخلينا أن إحنا نثبت في المسيح شوف هنا أقول إيه كلوس 2 و 7 فكما قبلتم المسيح يسوع عن رب إسلوكه فيه متأصلين ومبنيين فيه وموطدين سابتين في الإيمان متفاضلين فيه بالشكر على فكرة لأننا نتكلم عن حياة الشكر ده بيخلي إنسان يسلم حياته بالكامل لربنا الشكر ده خلينا نثبت أيضا في حياة الإيمان لأن الشكر متصل بالإيمان إنسان عنده إيمان هو اللي بيشكر ربنا على كل حياة وثق في محبة ربنا مؤمن من ربنا زي ما قلنا إنه صنع أخيرات والله الرحوم وإنه ضابط الكل علشان كده إحنا بنثبت في المسيح وبنسلك في المسيح من خلال حياة الشكر دي أول حاجة الحاجة الثانية يعني برضو دي حتة مهمة خالص يقول لك إيه فعملوا الكل بإسم الرب يسوع شاكرين الله والأبي ده في كلوسي 17 وكل ما عملتم بقول أو فعل فعملوا الكل بإسم الرب يسوع شاكرين الله والأبي دي حتة إحنا قلناها قبل كده إحنا بنشكر الله الآب لأنه أبى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح فهيتملي بنشكر الله الآب من خلال المسيح أو بالمسيح اللي أصبح لنا برا وقداسة وفداء فإحنا بنشكر الله الآب عشان كده عايز أقول إيه يعني أعظم عطية اداها الله للبشرية هي شخص المسيح لو كنت تعلمين عطية الله وأنه الذي يقول لك أعطيني اللي أشرب عشان كده حنشكر ربنا على الله الآب على هذه العطية شاكرين الآب فهنا بيوصيهم إنكم إصهروا يا جماعة في الصلاة لكن عنصر الشكر في الصلاة ده مهم جدا يقول لك ساهرين فيها بالشكر يعني ممكن قوي الإنسان في صلاته يركز على حاجة واحدة على التوبة مثلا كويس قوي لكن الشكر ممكن يركز على مثلا بيصالي من أجل الناس ده حاجة كويسة قوي لكن أشكر لأن مهمة قوي موضوع الشكر في الصلاة الحقيقة موضوع الشكر طويل وجميل وفعلا موضوع يعني قلت إن إحنا موضوع مش جديد وكل الناس يمكن سمعت فيه قبل كده كتير لكن إحنا بنتكلم علشان إزاي نجدد حياتنا حيات الشكر في حياتنا يعني إزاي نبتدي فعلا نجدد الشكر في حياتنا عشان حياتنا حيات الشكر حياتنا حيات الشكر وقلنا في الأول أن الشكر والتسبيح والفرح دول ثلاث حالات مفروض ما ينفصلوش عن بعض أنا بشكر فمدام بشكر هبقى إنسان فرحان دايما وما بقى إنسان فرحان هيبقى دايما اللي ثاني فيه مليان بالتسبيح علشان كده عايزين قد تتكلمنا عن العلاقة بين الثلاث حالات دول وطبعا المزامير مليانة بالآيات اللي بتتكلم عن الموضوع ده يعني إحنا مثلنا داود النبي والملك اللي قال بارك الرب بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس بارك يعني لما بارك رب يعني بشكر ربنا فداود النبي تبص تلقى إن هو كان لسانه يطير بالتسبيح لأن 150 مصمور ده عبارة عن تسبيح دي عشان كده نبص نلقى إن حتى وهو بيقول المزمور تلقي موجود فيه مش التسبيح بس لكن الفرح الفرح وعايز أقول أكتر من الفرح كمان نشوف المزمور 149 من واحدة أربعة يقول إيه هللوا بالتهليل دا أكتر من التسبيح هللوا غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحته في جماعة الأطقياء ليفرح إسرائيل بخالقه نحن إسرائيل الجديد على فكرة ليفرح إسرائيل بخالقه ليبتهج بنو صهيون بملكهم أيوة ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له لأن الرب راضي عن شعبه ويجمل الودعاء بالخلص شوف هنا حاجة جميلة هللوا غنوا ترنيمة جديدة تسبيحته في جماعة الأطقياء ليفرح إسرائيل بخالقه ليبتهج بنو صهيون ليسبحوا اسمه برقص بدف بعود ليرنموا له إيه تسبيح وفرح ورأسه ودفه وعود وغنى دا إيه دا يعني هنا بقمة الفرح شكر بيجيب تسبيح وفرح فعشان كده أنه داود النبي كان باستمرار لسانه لسان شكر ولسان تسبيح فبينبسق من الشكر والتسبيح فرح وغنى وتمنيم ودف وعود ورأس إيه لآخرة وفيه هنا حتى اللي يرنموا له لأن رب راضي عن شعبه يعني برضو الإحساس برضى ربنا علي دا يخليني أتنطط من فرح يسا طبعا هنجونا نتكلم عن الرأس اللا رأس الروحي رأس الداخلي تحليل هو بس هو بيوضف ونوعه ورأس لا معلش أحسن الناس تخدها بنوعه رأس تاني زي كانوا يسألوا قدس البابا برضو المسلس الرحمة يقول لها كان يقولوا يا سيدنا إيه رأيك في الرأس شباب لما كان بيجي هنا قال لو نعفش غير الرأس واحد بس لو رأس الحكمة ما خافت الله طبعا لا التهليل دا عفش ابونا دا بيبقى من جوه يعني تلاقي الإنسان يعني متهلل من جوه كده كل قلبه مليان فرح يعني بس فيه ناس ممكن يقلوا آية زي كده يقولك إيه وهو مكتوبه ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود بدف وعود يرنمه له طبعا إحنا دلوقتي كل الكنيس عندها الدف والعود وكل الآيات الموسيقية الكويرز عندهم حاجات دي لكن حكاية بقى زي مثلا يصافقوا لله يا جميع الأمم طب التسئيف دا والرأس دا بنشوفه في بعض الكنيس على التلفزيون فإحنا عايزين نشوف يعني هل هو كان يقصد التسئيف الجسدي والرأس الجسدي والهذه كلها ممكن تكون لها يعني معاني روحية يعني إحنا بناخدها بمعاني روحية لكن في بعض الناس بياخدوها بمعاني حرفية ويعني مثلا لما راحوا أفريقيا وسيدنا راح كانوا ليهم طريقة في التسبيح يبقى إذا مرتبط بالإيه؟ مرتبط بالتقليد مرتبط بالتقليد بتنع المكان لكن إحنا عندنا في البلاد الشرقية ما عندناش هذا التقليد في ناس في الأفريقيا زي ما قلت وفي بعض الحاجات يعني في ناس لما بيحبوا أنهم يسبحوا ربنا ويشكلوا يصلوا يعملوا إيديهم كده يعني ده طبعتهم ده الكالشر بتاعهم لكن ما داشت طبعوا على الكالشر الكالشر بتاعي أنا أنا تعلمت الصلاة بالخضوع وأن أنا أرفع إيدي إزاي وأن أنا أسجد إزاي وعمل مطانية إزاي إلى آخره فكل بيسبح بالطريقة بتاعته فلو كان داود النبي رأس فعلا قدام تابوت العهد لأنه كان بش يعني مش قادر يعبر عن حضور الله في وسط شعبه لما تابوت العهد كان وصل لنا فالحقيقة أنا عايز أقول إنه علينا إن إحنا يا جمعة ما ناخدش الحاجة ونطبقها بالحرف لكن لازم نحن نعرف إن ربنا بقى لي قصد من الآية واللي بيعمله غيرنا ممكن يكون مناسب ليه لكن جايز يكونش مناسب لنا إحنا بساك نلقى برضو في مظمومة 36 يقول إيه بقى احمدوا الرب لأنه إيه صالح احمده أو اشكره الحمد هو الشكر طبعا لأن إلى الأبد رحمته وإن إحنا وإنا منشكر من الآج رحوم احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته وكل مظمور بقى على هذه الوطيرة لأن إلى الأبد رحمته ده الهسد التاني لأن إلى الأبد مظمور 135 و136 بالترجمة بتاع بيروت بس 135 بالترجمة الأبطية ومعدين مزمور 61 عشرة فرحا أفرحه بالرب يتبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني سياب الخلاص كساني رداء البر ألبسني سياب الخلاص بشكره لأنه ألبسني سياب الخلاص كساني رداء البر وعشان كده أنا فرحان فعشان كده فعلا في علاقة وثيقة بين الشكر والتزبيح والفرح لو أنا ابتديت بالشكر هلأ قلبي بيفيد بالتزبيح لو أنا ابتديت أسمح ربنا لأنفسي انفتحت على شكر الله وأيضا على حياة الفرح والتهليل طيب يا قد سمونا دايما يعني بيبقى لينا كده كل فضيلة أو كل يعني كل فضيلة في كتاب مقدس بيبقى لينا مسأل أعلى فيها وشفنا القديس بولوس الرسول يعني بيشكر في كل رسائله لكن برضو ما يمنعش أن كل البشر ليهم ضعفتهم يعني ممكن القديس بولوس الرسول يمكن وصل في مرة من مرات يعني في رسالة كورونسوس الأولى في الأصحاح الأول قال لك كده حتى آيسنا من الحياة فين الآية بالصدر في العدد تمانية ما بقولك البس النظارة يا بنتي ها هي النظارة يا بون موجودة البس حاضر في العدد تمانية كده بيقول فإننا لنريد أن تجهلوا أيها الأخوة من جهة ضيقاتنا التي أصابتنا في أسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى آيسنا من الحياة أيضا لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت إلى آخره وفي مرة تانية كده برضو في أعمال الرسل السبعة وعشرين بيقول كده واشتد علينا نوء ليس بقليل انتزع أخيرا كل رجاء في ناجتنا يعني مرات كتير قوي برضو القديس بولوس الرسول وصل لمراحل يأس علشان كده بقى بس ألف سلمنا فصرنا نحمل يعني لكن برضو بتبقى لحظات ضعف يعني يوصل حتى كل القديسين حتى أبونا إبراهيم سقط في خطية مين بقى مسلنا الأعلى في حياة الشكر لا إبراهيم ما يتكلم عن الشكر مش خطية يعني انت عايزك تقولي لا أنا عايزة أقول أن كل القديسين مهما كانت قدسهم يعني مثلا ما حصل جوع ما شكرش ربنا على الجوع ولكن اتصرف من دماغه ونزل مصر لا أنا عايزة أيه عايزة أقولي يعني يعني أنه هو ممكن إنسان يقابل موقف فما بيشكرش ولكن غير موضوع الشكر يعني في أي حاجة برضو مهما كان وصلت قامة القديسين كل البشر ديهم ضعفتهم أنت عايزة تقولي يعني من هو المثل الأعلى الكامل للشكر طبعا المسيح له كل المجد المسيح له كل المجد يعني في حياة الشكر لأنه نبص نلقى أن سيد المسيح لما بعت الإرسالية له سبعين رسول ودهم السلطان على أخلاق شياطين وشفاء مرضى طبعا هو اللي بدهم السلطان وهو كل حاجة لكن بعد كده لما عشان علمنا الشكر في لقى عشرة واحد وعشرين وفي تلك الساعة لما رجع الرسول السبعين تهلل يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن حكماء والفهماء وعلنتها إيه للأطفال نعم أيها الرب لأن هكذا صرت المصرة إيه أمامك طيب ناخد عفاف عفاف ألو عفاف من مصر لسا معنا طيب أسنك الخط فقدنا عفاف طيب دي دي ربي سوى لكل المجد برضو شكر آه زي ما كان زي ما صلى مش محتاج للصلاة لكن صلى عشان يعلمنا الصلاة وبرضو هنا بيشكر عشان يعلمنا حيات الصلاة وإن إحنا لا ننسب شيء مع إنا هو اللي دهم السلطان لكنه أشكرك أيها إيه الآب عشان يعلمنا كمان إن إحنا إزاي نشكر حتى لو كنا إحنا عملنا الحاجة لازم نعرف إن مش إحنا اللي عاملينها هو الله والعامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسار وبعدين المسيح لما عمل المعاجزة إقامة العازر برضو شكر قبل ما يعمل المعاجزة في يوحنى 41 و42 سوري يوحنى في 11 آ يقول إيه بقى فرفعوا 41 و42 فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي أيها الآب أشكرك مع أنه كان لسه ما عملش المعاجزة لكنه عارف إن الله إن الآب هيعمل المعاجزة من خلال سيد المسيح له كل المجد عشان كده بيشكر لأنه هيعمل المعاجزة بيشكر على أشكرك لأنك إيه سمعت لي وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي طب تسمح لي أخد عفاف عشان طلبتنا تاني أهلا بيك يا عفاف تفضلي أهلا يا عفاف أهلا بيك يا بنتي طبعا مزبوط مزبوط معنا عفاف هو حقيقة عفاف بتقول كلام حلو خالص لأنه فكرتنا بأفاسوس واحد ثلاثة لما بولس الرسول كان بيشكر يقول مبارك الله أبا ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل باركة روحية في السمويات في المسيح كما اختارنا فيه أقول يا رب أشكرك اخترتني كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبيلوم قدام في المحبة بعدين يقول السبقة فعينا للتبني هل تقول حنشكر ربنا لأنه هو جعلنا أو خلانا ولاده أعظم عطية فعلا فتحت الموضوع ده يعني عشان خاطر نفتكر بقى كمان ربنا اختارنا سبقة فعينا للتبني دعانا دعوة مقدسة لا بأعمال في بر عملناها لكن بمقتضى القصد والنعمة وبعدين يقول الذي فيه لنا الفداء بدم يغفان الخطايا كل دي الحقيقة نشكر ربنا ليل ونهار زي ما بتقول الأخت عفاف على هذه النعم والبركات الروحية فالمسيح هو مثلنا الأعلى في حياة الشكر يقول يا رب أنا بيقول للآب أشكرك أنك سمعت لي وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي يا سلام يا ريتك أنا في حياة الشكر نتعلم من المسيح أقول يا رب وأنت بتصلي أنا بشكرك يا رب لأنك أنت قبل كده أنا طلبت حاجات منك وأنت استجابت ليها وأنا بشكرك بلوقتي أنا عارف أنك أنت حتستجيب كمان يا ريتك تعلم إزاي نتكلم مع ربينا بلغة حلوة كده زي ما بنكلم مع الناس ساعات عشان قاطر نحن نقدر نوصل لألوفه بنستخدم الفاظ كده حلوة نتكلم ربنا بهذه الطريقة وأنا سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا جامع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني خصوصا لما كنت نشكر ربنا على حاجات تختص بالملكوت تختص بعمل الله تختص بالله نفسه ليؤمنوا أنك أرسلتني فدي حتة مهمة أو في الشكر حاجة كمان الحقيقة مهمة خالص 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 نكلم بقى في سر الشكر اللي هو سر الإفخارستية في لؤة 22-17 ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذا واقتصموها بينكم ده كان قبل ما يأسس الشر لكن لكن بعد كده في 22-19 يقول إيه وأخذ خبزا وشكر وقسر وعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري والكنيسة مساميها سر الشكر ده هو السر اللي في خالصتها ليه يا جماعة ليه هو أعظم حاجة اتقدمت لأجل خلاص البشرية هو زبيحة الصليم فإحنا من درش ندي لربنا حاجة من عندنا أبدا بنقده لأنك لأن منك الجميع ومن يدك إيه أعطيناك فأعظم عاطية أو تقدمة بنقدمها لربنا هو اللي عمله من أجلنا هو أقدم لنا نفسه زبيحة على الصليم فإحنا بنقوله بنشكرك يا رب وإحنا يعني من هذه الزبيحة اللي أنت أقدمت هلنا إحنا كمان زي ما قلت اصنعه هذا لذكري إحنا بنصنعها يا رب يسوع عشان إحنا ناكل من هذه الزبيحة فأنا أمتلئ بحياة الشكر إنك أنت فعلا نشكرك لأنك أنت أقدمت نفسك زبيحة زي ما قال داود النافي مصنعه 116 ماذا أرد للرب من أجل كل إحسناته لي كأس الخلاص أتناول يعني كل ما أاخد من جسد وزيزا من المسيح أنا برد للرب من أجل كل يا رب أنت اديتني هذه النعمة وهذه الزبيحة فأنا يا رب كل ما بأتناول منها أنا بشكرك وبقدم لك الشكر وحياتي تفيض وقلبي يفيض بالإحساس بالشكر من أجل ما صنعه الرب من أجل حياتي دا غير طبعا عمل جسد المسيح ودمه فينا من أكل جسدي وأشرب دمي فلو حياة إبادية وأنا أقيم في المأخير ومن أكل جسدي وأشرب دمي يثبت فيه وإيه وأنا فيه يا أنا أسبب أن بقاطع قدسك بس وقتنا انتهى وهو يعني أجمل الختام للحلقة هو أن احنا بنتمتع بزبيحة الإبخارستية وهي زبيحة شكر وأنا بشكر قدسك على حلقة النهاردة وأنا بشكر قدسك تحب قدسك تقول حاجة عشان الوقت تنتهى قد قادمة من برنامج كلمة الحياة إن شاء الرب وعشنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر